خلاف على قطية بيبسي أشعل مواجهة مسلحة بين أقارب في مدينة الصدر ببغداد مواجهة رح ضحيتها شاب من أهالي المنطقة مع إصابة اثنين أخرين نتيجة الرمي قتل مرتضى فأدخله والده إلى قبره بعد أن كان يستعد لإدخاله القفص الذهبي خبرونا قالوا يا ابنكم مجروح رحنا للمستشفى الجنازة يا ابن شنه هذا عمل الإجرام اللي هما رموا والده عن بيناتهم متحاجين بيناتهم ويالأت متحاجين على هذا شيء صعب على شيء تافي قطية ما الببسي شاربينها هو هاي تقريرهم الكاتبينها هما أنا مدين العركة والد قطية مستعد لي وراء محرام يعني مهيل الغرفة وجايب لي بعض الأشياء أنا مدين زوجي شاء القدر خطف الموت بأسرع وقت بسبب الرصاصات الطائشة والعشارة من فلته عائلة مرتضى تتمسك بالإجراءات القانونية وترفض أي حل عشائري تم إلقاء القبض على عدد ممن كانوا يطيقون النار في تلك الليلة لكن القضية تتعرض لضغوط من جهات متنفذة لإخراج المتهمين كما يقول والد مرتضى الذي يطالب بتدخل الجهات المعنية لإيقاف نزيف الدم جراء تلك الظاهرة نحن نريد حقنا بالقانون أجوني أكثر من مرة وأكثر من مرتين وأكثر من ثلاث مرات نطيك دية نطيك فصل نطيك هيش بس تنازل قلت لهم أنا ما أتنازل أنا ما أريد دية أنا أريد الدولة تقوى وريدا من وزير الداخلي الأخ ويساندني لأن أكو جماعة بعض المتنفذين قاعد يروحون للسجن يطلعونهم ومع وفاة مرتضى يبقى الرميو العشوائي من جلن يحصد أرواح العراقيين دون توقف ظاهرة استفحلت أمام معالجات وصفت بالضعيفة كمن يطفئ نارا أضريمت في بيت بقدح ماء من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر